محاولة اغتيال ترامب ده بيفتح او حيفتح انا بشوف كده المشهد هيبقى رايح في حتة تانية خالص مشهد الانتخابات الامريكية اه الناس كلها فجأت بانت بتكلم في ترامب وبتكلم في مرشح ليه ولايات المتحدة الامريكية فلما تلاقي الكلام على الحاجات التقيلة التخينة الجامدة دي وبعدين ايه محاولة اغتيال ومن شاب عنده عشرين سنة انا بشوف انه المشهد حيتغير تماما وحقول لحضراتكم المشهد حيتغير ازاي من وجهة نظري انا بس خلينا نشوف الموقف رايح فين ردود الفعل الامريكية بتكلم على المجتمع الامريكي بتكلم على حتى ردود الفعل هنا بتكلم بقى على شعب الامريكي بشكل عام انت مش بتكلم على حزب ديمقراطي ولا حزب جمهوري لا الشارع الامريكي رأي العام عامل ازاي خليني ارحب عبر سكايب الكاتب المحلل السياسي من نيارك الاستاذ احمد محارم مساء الخير فان اهلا وسهلا وسهلا نوري اهلا بحضرتك اهلا بيك استاذ احمد تقول لي الموقف الان الشارع الامريكي والرأي العام الامريكي بيقول ايه دلوقتي بعد محاولة اغتيال ترامب الاحساس من امس عند الشارع الامريكي تحت عنوان امة في خطر ام في خطر انواع العنف بتتراوح من عنف جنائي لعنف اخر لكن امس كان عنوان ان فيه عنف سياسي واغتيالات اللي بتحت الرؤثاء يعني مش ظاهرة بتتكرر بشكل مستمر حادث امس بيرجعنا لسنة 63 للاغتيال اللي حصل للرئيس كيندي نعم ولكن تداعيات الاحداث النهاردة ان البلد منشقة داخليا والصراع اللي حصل ما بين الحزبين والموقف ما بين الرئيس الحالي بايدن والرئيس الاسبق ترامب والمناظرة الاخيرة اللي كانت بين الاثنين اظهرت ان هناك تفوق في اداء الرئيس الاسبق ترامب وفي ضعفة في اداء الرئيس بايدن كلا هما مفروض اي مرشح رئاسي بيخاطب الجمهور من خلال المناظرة بيوجه له وجهة نظره وبرنامجه الانتخابي وحيعمل ايه للجمهور على مستوى الداخلي وعلى مستوى السياسة الخارجية الحقيقة في المناظرة الاخيرة كان الجزء الكبير منها يتعلق باتهامات متبادلة بين الطرفين وتلاسل كان ده ما يرضيش غرور الشرع الامريكي اللي بيتطلع لان بلد تكون دايما في المستقبل الافضل مما هي حاليا اعتقد اللي حضرت الامس ليس وليد الصدفة ولكن الظروف كانت على الارض مهيئة له البعض بيتهم ان صانعي السلاح وشركات السلاح اللي محدش قاضر عليها لما من الرؤساء السابقين ولا حاليين ما فيا السلاح لما يقول من اربع سنوات كان تلتمائة وعشرين مليون قطعة سلاح في الداخل الامريكي باوربعمائة مليون سلاح يعني فيه تمانين مليون قطعة سلاح زيادة قانون يسمح لكل من يحمل ما يكون عمره تونتاشر سنة يشتري سلاحه المحلات تتبيعش خمور او سجاير للأقل من واحد وعشرين فيعني عندهم حكاية السلاح دي اسهل من بيع الخمور والسجاير وبالتالي اعتقد كل شوية بتكلمه في ان يعني كل ادارة بتيجي انها ترفع سن من تمنتاشر الواحد وعشرين لكن في الاغلب الاعام ما بيكونش فيه بحث جنائي يعني الشخص يطلع على الايديه في محل السلاح ويشتري ويشتري علبة سجاير وبالتالي فيه اجراءات ممكن تتخذ في المستقبل لانه يكون فيه فحص او كشف جنائي على اساس مش اي شخص يشتري سلاحه يعني اللي كان عنده بتلاحة عن بارح ده وعنده عشرين سنة وشاب ومن سكان الولاية وهو كمان من الحزب الجمهوري فعمل اجراءات استفهام كتير جدا هل الدافع شخصي ولا وراه مجموعات يبدو من التحقيق الاولاني انه الدافع شخصي السؤال دلوقتي ان غدا الاثنين سيستمر ترامب في حاملاته الانتخابية وحيحظر دعم اكتر مما كان يحصل عليه في الغالب لانه فيه تعاطف معه من الشارع طبعا ردود الافعال تفاوتت ما بين اول رد فعلك من الرئيس بايدن نتكلم كلام دقيق جدا اي وفي نفس الوقت كل الرؤساء والوزراء السابقين قدموا يعني تعديلهم الرئيس امين العام للامة المتحدة على المستوى الداخلي نعم على مستوى الخارجة والسياسيين من العالم ايضا ايدوا يعني ابدوا اعتراضهم على اني مش دي امريكا وفي نفس الوقت تطمنوا على صحة الرئيس ترامب ايه ام قبل محاولة الاغتيال لدكتور احمد الحقيقة كان فيه طيار ام من الشعب الامريكي كان لا حيدي صوته لا لبايدن ولا لترامب شايف انه بعد المحاولة دي ام ده حيغير في المشهد مشهد الانتخابي المشهد الحقيق الضبابي قبل الحادث وحيظل الضبابي بعد الحادث لانه فيه من الديمقراطيين غير مقتنعين في اداء بايدن ومن ثم حينتقلوا الى جانب الاخر ليس حبا في ترامب ولكن كراهية في اداء بايدن على الجانب الاخر هناك ايضا من الجمهوريين المعددين للرئيس الاسبق ترامب وسوف يدعموه لكن ايضا هناك ظاهرة البعض بيقول ان هذا ما جنته يدي وان الاسلوب الشعبي والترامبوي بتاع ترامب وهو انه سمح بان يكون فيه تسهيل في بيع وحمل السلاح يمكن هو ده الا ادى بان الرصاصة اللي اطلقت عليه هي نتيجة اخطاءه السابقة فيعني الشعب منتقم وما تقدريش تقولي في الاخر حيكون مين صاحب الغلبة ايه الشارع الامريكي والرأي العام الامريكي شايف محاولة الاختيال ازاي يعني حضرتك قلتلي في الاول انه شايف انه امريكا في خطر الامة في خطر هل الشعب الامريكي اصبح يدرك ان العنف والارهاب والقراهية مش في صالح اي شعب من الشعوب بما فيها الشعب الامريكي شوفي حضرتك احنا لسه محلناش التحرير كله كان امني الاول لا بكلم على رأي اليمين اليمين المتطرف ما هو فيه يمين متطرف لا للحظ ان الشخص اللي القى يعني اللي القى بالرصاصة على الرئيس شخص امريكي ما هواش من الطواقف العرقية اي ولا حتتهم اي اقليات اي وفي نفس الوقت ما هواش منتمي المجموعات فهو شخص منفرد الشخص المنفرد ده بيمسل خطورة كبيرة جدا لان ده من شريحة الشباب شريحة الشباب اللي هي 40% من الناخبين الامريكيين وشريحة الشباب هي اللي اول مرة تحصل مظاهرات في الجماعات بهذا الشكل العنف اللي مرسيته الشرطة ضد الطلاب الحقيقة اتى بنتائج سلبية لانه ما حصلش بالتحييخ ابدا ان اربع رؤساء من كبريات الجماعات الامريكية وعلى مستوى العالم يتم التحقيق معاهم في الكونجرس لانهم سمحوا للطلاب بالتعبير عن الرأس نعم فالخطورة دلوقتي اللي حصل المبايح والشاب اللي عمل الحادثة دي هو ممكن تكون زي مئات يمكن وعشرات الالاف من السباب عندهم نفس الاستعداد يمجسل عنف الزئاب المنفري ده بتبقى خطورتها اقوى نعم نعم دي اللي خلت الشعار بتاع امة في خطر ان الخطر قادم من الداخل نعم وليس من الخارج ايه فانفي حد بيقول نحن نخطل انفسنا ايه ايه تمام بشكرك فندم شكرا جزيلا بشكرك شكرا جزيلا سيد احمد محر شكرا جزيلا